حبينا نروح في رحلة مع رواة الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم متى بدأت رواية الحديث؟ هل بدأت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أم كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وتنقل أثناء حياته لأماكن أخرى ولأشخاص آخرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في الحقيقة رواية الحديث بدأت في العهد النبوي نفسه وفي حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يحدثوا عنه في حياته؟ في حياته ويقول لهم حدثوا عني ولا حرج ويضع لهم شرطا يقول حدثوا عني ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من الله يعني حدثوا عني بصدق ويدعو لمن يبلغ مقالته كما قالها فقال نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاه فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامعه فكانوا يحدثون في عهده وينقلون لأن كل الناس لم يكونوا على درجة واحدة أو لم يتمكنوا من مقابلة الرسول صلى الله وسلم عليه الصلاة والسلام لدرجة أن النساء طالبنا بحقهن وجاءت أحد النساء من الأنصار وقالت يا رسول الله غلبنا عليك الرجال أخذوا كل مجالسك في حلك وترحالك اجعل لنا يوما احنا لنا حق المرأة لها حق فخصص الرسول صلى الله وسلم يوما للنساء كان يجلس إليهن فيه ويحدثهن الصحابة لم يكونوا كلهم متمكنين من مجالسته ومن صحبته ومن أخذ حديثه بعضهم كان يشغله الصفق في الأسواق بعضهم كان يشغله العمل في الحياة يعني مثلا سيدنا عمر بن الخطاب يقول كان هو وجار له يتناوباني النزول على الرسول عليه الصلاة والسلام فينزل سيدنا عمر من العالية المكان اللي كان فيه فيسمع حديث الرسول وعندما يعود يبلغها لجاره الذي لم يتمكن من الحضور وكان جاره الذي يستمع يستمع إلى الحديث ويبلغها لسيدنا عمر لكن كان فيهم من لزمه في كل لحظة كسيدنا أبي هريرة أبو هريرة واسمه عبد الرحمن بن صاخر رضي الله عنه كان راوية الإسلام وروى حديث كثيرة من مكسرين من رواية الحديث يذكر دائما في معظم الروايات الضبط كان منقطعا للرسول على طريق عليه الصلاة والسلام يعني لا كان يقولوله ما أنت أكثر الناس رواية الحديث يقول لهم هاجرين يشغلهم الصفق في الأسواق الأنصار يشتغلون بأموالهما وكنتوا متفرغا للرسول على مجرد لقمة العيش اللي بيأكلها وملازم للرسول في حله وترحاله فالشاهد أن الذين لا يحضرون مجالسه كيف تصل إليهم السنة كيف يصل إليهم الحديث كيف تصل إليهم أحكام الشريعة كان هؤلاء يروون عن الرسول إلى من لم يحضر ولذلك كان يقول ليبلغ الشاهد الغائب يعني الشاهد الحاضر معي يبلغ الغائب الذي لم يتمكن من الحضور لأنه كان له مجالس علمية الرسول عليه الصلاة والسلام